مساء الفل على احلى واعظم جماهير في الدنيا حلقة جدا من حلقات المشجع وهنتكلم فيها النهاردة شوية عن الجماهير وشوية عن اللعيبة وشوية عن صفقات الاهل وصفقات يناير وبص العصفورة النهاردة هنتكلم ان احنا دايما بنكون متقبلين او ممكن نفهم فكرة ان فيه لعيب يتنازل عن قرامته او عن اهانته او حتى عن شتمته نتيجة ان هو دا اكل عيشه وما يقدرش يعمل غير كده وشوفنا النهاردة لعيبة كتير بتتهان وشوفنا لعيبة بتتريق عليها ورئيس نادي بيشتمها وبيجيبها شمال وبيجيبها يمين وشوفنا لعيب رئيس نادي بيقوله انت ما كلفتش قاله لأ انا ما كلفتش انا لسه خاطب قاله يعني ما عملتش حاجة متشقتش انت وخاطبتك واللعيب بيدحك وبيسخسخ وبعض اللعيب بتسخسخ وهنقول دا انه بعيدا عن الاهانة والزل اللي هو فيه ولكن ممكن نتقبل ان دا عشان اكل عيشه او عشان الشخص اللي بيهزر معاله الزل دا شخص مؤذي ويقدر يبطله في كاريره هنقول بالرغم انه مش مقتنع بيها ولكن تختلف من شخصيات لشخصياته من راجل لراجل ولكن هنقول ان اكل العيش مر وده مصدر داخله الوحيد اللي قد يكون دي اصعب حاجة فيه فبيضطر يستحملها وده انا متفهمه كويس جدا 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 انه ممكن يكون لحد ما منطقي مش قوي بس يعدي لكن انا مش قادر افهم يعني ايه جمهور يتقبل انه تبقى بتههم قرامته وهو راضي وحابب وكمان بيقول ده الاسد وكمان بيقول ده اللعيبة دي احنا نديها عنينا في مشهد غريب جدا المفروض ان احنا نصدق ان ده جمهور الصفوة ونصدق ان ده الجمهور العاطفي ونصدق ان ده الجمهور اللي بيعملوها هو ده الصح جمهور بيتقله من لعيب بيترفع له الجزمة من لعيب بيتقال عليه اسطورة جمهور بيهرب لعيب وبيروح البرتغال واليونان والسعودية وبينزل ينزي على النادي الاهلي وبعد كده بيروح الاسماعيلي وبيتقال عليه اسطورة انا ده مفهموش لما جمهور يتحايل ويقول هنبيع حلق الست سوزان عشان يجدد وهنبيع تشارتاتنا عشان نجدد ويسيبنا ويمشي مفهمهاش لا وكمان لما اللعيب يعمل اي حاجة يقولوا يمكن يرجع تاني قص وحشنا قص عمرنا ما هنقدر ننسى جونه في النادي الاهلي انت متخيل العقلية انت متخيل قلة القرامة انت متخيل ان انت كجمهور عامل في نفسك ايه بشكل غريب وعجيب ومريب واللي انت مش قادر تفهمه وبيتضحك عليك به ان لنت تقدر تدفع الفرجاني اساسي بياخده في قطر ولا تقدر تدفع اساسا للي عندك حضرتك عندك 11 لاعب لسه مجددوش وبقوا من حقهم يتم انتقاله ومنتقال الحر في يناير يعني بدأنا في الانتقال الحر بتاعهم زي ابو جبل زي بن شرقي زي عواد زي رزق سي سي زي روقة كل الناس دي تقدر تمشي زي طريق حامد كل الناس دي تقدر تمشي مع الزمالك تقدر تمضي مع اي فريق تاني وهتكمل مع الزمالك لنهاية الموسم لكن تقدر نهاية تمضي ان الموسم الجديد تكون في الفريق اللي هي عايزاه في صفقة انتقال حر ما استفدش منها حتى نادي الزمالك فالزمالك مش قادر يجادل دول فهيرجع فرجاني اساسي ازاي اللي بياخد حوالي 3 مليون دولار ولكن بنشوف ده يتعمل له تمثال بنشوف لعيب زي كهرباء وبيتفع الجماهير وبيلعب تاني مطش بنشوف لعيب زي ميدو بيهرب من النادي اكتر من مرة وهو ناشئ ومع ذلك بيتقال عليه اسطورة ونشوف طبعا كارتيرون بيهرب بسر المرة اتنين وبيرجع وبنقول ان هو اديك وشوفنا باتشيكو اللي هرب ورجع وبرضو عادي جدا وانا ده ما اقدرش اتفهمه ان ازاي الجمهور يبقى شايف ان ده عادي او بيطالب بدأ عادي اعتقد ان ده شيء يعني 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 اللعيب او المدرب بيعمل ده من مصلحته لكن انت كجمهور قرامتك وقرامتنا ديك اعتقد ان مفروض تكون اهم من كده وزي ما قلت قبل كده ووضح انت نادي كده كده ما بيحققاش بطولات يعني مش مسلا بيعمل كده او بيتنازل عن قرامته وبيحقق بطولات لا ده انت نادي اساسا بيخسر كل البطولات اللي بيشارك فيها برغم كل التنازلات اللي بيقدمها من قلة قرامة واهانة من لعيبة او مدربين او من هروب او من رجوع ومع ذلك ومع ذلك بتتنازل عن قرامتك فهي انا مش شايف حتى مقابل للتنازل عن قرامة غير الاهانة والمزلة وطبعا نشوف ده برضو في رئيس نادي بيعمل كل حاجة فيها اهانة ومزلة وهمبقة انتخابية يعني لما نشوف رئيس نادي بيجيب لعيب بيتقال عليه اسطورة عشان يطلع يعمل بيان ضحكي اه من باب الهزار والضحك عشان يقول اه ان انا كنت ماضي على بياض والضحك علي وحاسب اللون عم يكيل في الناس اللي خانوا الامانة وهو هو نفس اللاعب ده رئيس النادي اللي مطلعه يقول كده عشان الانتخابات عشان يتقال ان هو حل مشاكله يعني يكون اه داحك عليه قبل كده وكما مضيع العقد بالف جنيه باين عشان يدفع فوق فلوسه لبرتغال النادي البرتغالي ويطلع ان هو ما بيدفعش حاجة وكان ضحك عليه كل السنين دي ما شوفناهوش وهو بيشتكي وبيقول خيانة الامانة وبيعدي الموضوع مرور القرام بس بيتاخد به لقطة انتخابية زي الحدث اللي احنا شوفناه النهاردة والهزار مع اللعيبة والهزار مع الكارتيرون بالمناسبة يعني الكارتيرون من ساعتين بعت ايميل لنادي الزمالك بيطالبه فيه بتزديد مستحقاته المتأخرة في 24 ساعة لانه لو ما عملش كده هيكون هيقدر يفسخ العقد بناءا للشرط الجزائي الموجود لو تم التأخير في سداد مستحقاته فده فيديو اصلا متسجل بعد المطش بتاع غزل المحلة وتم ازعته النهاردة من باب الترويج الانتخابي ان انا اللي احتويت الناس انا اللي بحل المشاكل انا اللي اصف وانا بقولك لا فيه مشاكل بالتحال ولا فيه حاجة بالتحال ابسط حاجة كنت بدل ما انزل فيديو ده كنت انزل فيديو وانا بجدد للحضاشر لعيب اللي عندي النهاردة من قوامر رئيسي للنادي منهم الوينش منهم طريق حامل منهم ابو جبل منهم عواب منهم بن شارقي كل الناس دي منهم رؤى اعتقد ان كل اسامي اللي احب نقولها دي من القوامر الرئيسي للفريق فبدل ما اهمبك واعمل الشهول اللي انا عملته واشتم لعيبة واتهم لعيبة ومين يسمي مين ودخل في اعراض ومين انت ازاي بقالك 4 شهور متجوز وانا 4 شهور ازاي مخلبتش حملة ازاي بقلو عليك الجاباكسي واخش في النوعية دي من الاهانة اللي بيقابلها اللعيد عشان اكل عيشه لكن انا معرفش ازاي الجمهور بيقابلها لان الرفصة ازاي دي ده كان قال للجمهور قبل كده انا قاسف يعني امك صاحبتي وكان قال للنفس الجمهور ده اشرب من الخرارة وانا هعمل اللي انا عايزه وبرضه بتقبل وشايفين ان هو ده الحل فعشان كده ادري ويرجع تاني وبيضحك عليهم دلوقتي بشوية حاجات انتخابية زي فيديو النهاردة زي بيان الاسطورة الوهمية وده لانا مش ادري افهمه يعني ايه جمهور بيقبل ده على قرامته وعلى نفسه وحتى ما بيعترضش هيطلع حاج بيقولي بها الجمهور زنبه ايه مش هما اللي بيعملوا كده هقولك انت صح لو شفنا ده على الشارع او في تواصل مواقع تواصل اجتماعي ان هما بيعترضوا ولكن احنا كل اللي بنشوفه ان احنا مفقين ان ده الاسد ده اللي احنا عايزينه ده هو ده الانسب في المكان المناسب وتطبيل للعيبة اللي بتينهم لك انتخابين اللي بنشرقي بيعمل معهم نفس اللي عملوا معهم في الجانس بالزبط ومع ذلك عندهم استعداد ان هما يبنولوا تمثال ويروحوا ويطوفوا حواليه جوه النادي شيء يعني صفر قرامة شيء غريب جدا هيجي حد تاني يسألني اوه هيطلع وده كلام انا بس بوضحه لجمهور النادي الاهلي اللي انا دايما ببقى عايز افاهمهم ادي النوعين اللي بتتعامل معاها فما تحرقش دمك هيطلع بعض من الجميلة الاخرى اللي عندها المشاكل النفسية دي هيقولك وانت مالك وبتتكلم عن لنا ليه فهقولك لا انا بتكلم في حدث رياضي واحدث رياضية انا شايفها فمن حق ان انا اتكلم فيها ومن حق ان انا عقب عليها زي ما انت مثلا ما بتعقب على اي حاجة بتحصل جوه النادي الاهلي ده حقي فانا طبيعي ان انا لما شوف حد بيتضحك عليه انت خبيا فاطلع اقول هي دي الاوانطة واشاور عليها بقول ان هي دي الاوانطة هتقولي لأ انت ممكن تكون برضو بتعمل ده عشان انت بتجيب عايز تجيب مشاهدات فأقولك طيب انت بتلوم من انا ليه ما تلوم اللي خليك مادة للضحك ومادة للمشاهدات فنطلع اتكلم عليها واللي عامل ده اتنين ادارة ولعيبة يعرفي بيتضحك عليك ازاي وجمهور بيتضحك عليه وبيحب يسمع الاوانطة وبتتهان قرامته عادي فدي برضو مشكلتك مش مشكلتي انت اللي عامل في نفسك كده مش انا بدل ما تلومني روح لوم اللي عامل فيك كده واللي مصور لك انه بينقذك او بيحل لك مشاكلك وانت للأسف لا تسمع اللطرة ولا تقدر تتكلم عشان هيشربك من الخرارة لو اتكلمت فهتيجي تتكلم عندنا من الاخر اما الحاجة التانية اللي موضحين برضو نتكلمها وبردو هتلاقي فيها المنظومة الفشلة بتاعت النادي ده انه هما بيجي في التجديدات تسمع دايما بص العصفورة ده الاهلي عايزنا والاهلي عايز يجدد معانا بالرغم ان لا الاهلي عايز يجدد معاك ولا الاهلي اصلا بيفوضى لكن بيتعمل ده من باب ان اللعيب يجري عن الناس ويمضوه زي كده لما طلع علينا صاحب ميدو صاحب زلطان ابراهيم وفيتش وقال لك اه ده عبدالله جمعة الاهلي عينه منه انا فكرة التوصيح لك واسب الاهلي عينه منه فالتاني يوم راح اللجنة المؤقتة ماضية مع عبدالله جمعة وطبعا شيء كان خرافي عمله ميدو عشان يضحك على الادارة وتسرع لانه هو كان بيزبط عبدالله جمعة فالادارة جريف مضت معاه لكن لا الاهلي فوضه ولا الاهلي كان عينه منه ولا الاهلي كان بيشقطه اساسا لانه اللعيب اقل من العادي والمركز بتاعه الاهلي في افضل ناس في مصر وافريقيا فهو مش محتاج يبقى عينه منه ولكن ده اللي بيحصل دلوقتي اللعيبة والصمصرة بيبتدوا يروجوا ان الاهلي عايزهم وطبعا المعلم امير توفيق لما طلع قال ان الاهلي من حق يتعاقب مع اي حد في يناير لو محتاجوا طبعا ده عمل شياط ونار وخلى اللعيبة تاخد اللي هي عايزاء وعمل الحالة اللي احنا شايفينها كلنا دي ولكن الاهلي ماشي معاهم بمبدأ بص العصفورة لان الاهلي لو عايز صفقة كان هيخدها وهي اصلا جوه الملعب مش مستني يطلع يعمل التصريح ولا كان مستني يناير وبأسأل قهرباء باختصار الاهلي لو كان عايز يعملها لكنت هتحس ولا كنت هتشوف لكن طالما انت حاسس وشاير اعتقد ان الاهلي انت مش في بماغه وان اللعيبة دي بتلعب بيك كالعادة ولكن انت هتتقبل وصدقني انت ممكن يرجع بن شرقي يمشي ويرجع عادي حتى لو روح في كذلك في الجاني سياسي اللي عمرك ما تشوفه متاني بن شرقي اللي ماشي كده كده وكرتيرون اللي انا بقول لك ماشي كده كده يفضل انت عايش في وهو ان مشاكلك بتتحل ولكن زي ما بقول لك يا بخت اللي عنده جمهور بيعشق الهم بقى وبيصدق اي حاجة من قبل ما تتقال وترجع تعيب وتستعجب من جمهور النادي الاهلي اللي بتحاول تفاهمك ولكن زي ما بقول لك انت بتلغي اهم ميزة ربنا قرامك بيها وهي العقل اللي محتاج بس تشغله هتقول لي مش بيدي اخو قرار هقول لك بس بيدك تبين اعتراضك على الوضع اللي بيحصل شكرا لكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من حلقات المشجع شكرا لكم